السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة نتكلم عن تفسير رؤية التوت في المنام تعتبر رؤية التوت الأحمر في الحلم من الأمور الدلة على الخير وصلاح الحال كما إنها من الأحلام المبشرة بالخير في منام المطلقة حس إنها في حال إذا رأت المرأة التوت الأحمر دليل على تفريج الهم والتخلص من القروب والحزن إذا رأت شجرة التوت الأحمر دليل على العودة إلى زوجها مرة أخرى أما زواجها من شخص على خلق ودين في المستقبل رؤية التوت في الحلم من الأحلام تدلع الزواج من شخص غني في المستقبل لو رأت إنها تكون بشراء التوت دلال على إنها تسعى من أجل تحقيق هدف ما وسوف تتمكن من تحقيقه بإذن الله وتعتبر رؤية التوت الأزرق من الأحلام التي لا تبشر بالخير فهو من الأمور المقروهة حيث يدلع إن الحالم سوف يصاب بمرض كما إنها من الأحلام تدلع لإن الرأي سواء كان رجل أو إمرأة يعاني من قسرة الضغطات والمشاكل في تلك الفترة وبالنسبة لرؤية التوت الأغدر من الأحلام تدلع للخير والتي ترمز إلى المعاني الطيبة حيث إنه في حال إن تم رؤيته دليل على إن الحالم سوف تخلص من المشاكل التي كان يعاني منها في الواقع إذا رأى الحالم إنه يقوم بجمع التوت وكان أغدر فهو مشاريع نكحة ومستقبل باهر بإذن الله ورؤية شجرة التوت في الحلم من الأحلام تدلع المعاني الطيبة والحصول على المال الوفير إذا رأت المرأة شجرة التوت وكانت على هيئة جيدة فتلك الرؤية تدل على تلك المرأة سوف يكون أبنائها برين بها إذا رأت إنها من تكون بزرع شجر التوت فتلك الرؤية تدل على إنها سوف تتمكن من جمع المال أو تلطحك بعمل جيد إذا رأت إنها تتناول بعد قطفه من الشجرة دليل على الزواج من رجل على خلق في القريبة العاجل ورؤية التوت الأبيض في المنام دلالة على الرزق الوفير وقسرة الأموال وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤية التوت في المنام للرجل وللمرأة متقابل فحل أجديد وتفسير جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته